ننتقل الآن إلى جنوب اللبناني إلى رميش تحديدا ومرسلتنا جويس الحاشخوري جويس أهلا بك معنا نبدأ معك بالتطورات الميدانية وأيضا ما أعلنه حزب الله بها الانتقال أو بدأ مرحلة جديدة من التصعيد في عملياته هل هذه المرحلة تحدث عن تفاصيلها حزب الله أو هل بدأت معالمها فعلا تظهر أو تتجلى على الميدان من الواضح أن توسيع حزب الله لعملياته وقيام حزب الله باستخدام صواريخ نوعية حسب ما يقول هي مسار جديد في هذه العمليات الميدانية والعسكرية ولكن هذا يأتي في إطار ما يقوم به الجيش الإسرائيلي ورد حزب الله عليه صحيح أن حزب الله قال بأن العمليات ستكون موجعة للجانب الإسرائيلي ومصادر حزب الله تقول أنه ينتقل من الدفاع إلى الهجوم وهذا ما نلاحظه من خلال العمليات التي يعلن عنها في بياناته إن كان من خلال استهداف تجمعات الجنود المتمركزين في مواقع قريبة من الحدود حتى قبل تقدمهم باتجاه الحدود لمحاولات التوغل البري وإن كان لناحية توسيع رقعة المناطق التي يتم استهدافها صفات حيفا محيطة الأبيب الجولان كل هذه التطورات الميدانية تعني عمليا بأن حزب الله يقوم بعمليات نوعية يأخذ مسارا جديدا على صعيد المقاربة العسكرية والميدانية لهذه العمليات يكثف من إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان الصليات الصاروخية التي تنطلق باتت أكبر عددا مما كانت عليه في السابق وهي صواريخ نوعية بحسب ما تقول بيانات حزب الله سونيا نستمع وإياكم إلى هذا الكثافة لتبادل إطلاق النار والاشتباكات الدائرة في مثلث عيت الشعب رامي القوزح هذا المنطقة أو هذا المثلث الذي يشهد منذ ما يقارب الأسبوع اشتباكات متواصلة وقصف مدفعي وغارات إسرائيلية على هذه البلدات بالتزام مع محاولات التوغل الإسرائيلية التي تحصل تحديدا من نقطة خلة ورد في عيت الشعب هذا النقطة الاستراتيجية والعسكرية للجانبين والتي كانت شهدت في السنوات الماضية وتحديدا عام 2006 عمليات عسكرية منها اختطاف جنود إسرائيليين على يد عناصر حزب الله تشهد مجددا اليوم اشتباكات محاولات توغل والرصاص لا يتوقف عمليا منذ ساعات الصباح الأولى تراجعت حدة القصف المدفعي تراجعت الغارات لصالح هذه الاشتباكات التي تحدث عنها بيان فجر اليوم لحزب الله يقول فيه بأن الاشتباكات تحديدا في القوزح ورب 30 في القطاع الشرقي هنا القوزح في القطاع الأوسط تأتي أو تحصل من مسافة صفر من نقطة صفر بين عناصر حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي وهذا ما نسمعه من اشتباكات منذ صباح هذا اليوم ولكن كذلك بالتزام يشن الطيران الحرب الإسرائيلي غارات على عدد من القرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى صور ومحيط صور في الشعيتية في أنصار في الدوير كانت هناك اليوم غارات وكان هناك حديث ومعلومات عن إصابات جراء تحديدا الغارات في الدوير وفي أنصار هذا هو المشهد اليوم بعد غارات عنيفة يوم أمس على عيد الشعب كذلك الأمر نشهد الآن اشتباكات عنيفة تدور في هذا المحور شكرا جزيلا لك جويس الحاج هوري كنت معنا من الرميش في الجنوب اللبناني